حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن معبدي بن خالد قال سمعت حريثة ابن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدق فيواشيك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي أعطيها لو جئت بها بالأمس قبلتها وأما الآن فلا حاجة لي فيها فلا يجد من يقبلها حثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بمنا أكثر ما كان الناس وآمناه ركعتين حدثنا وكيع عن سفيان عن معبدي بن خالد قال سمعت حريثة ابن وهب الخزاعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو يقسم على الله لا أبره ألا أخبركم بأهل النار كل جواض جعظري مستكبر حدثنا وكيع عن شعبة عن معبدي بن خالد قال سمعت حريثة ابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإنه يوشك أحدكم أن يخرج بصدقته فلا يجدوا من يقبلها منه حثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن معبدي بن خالد عن حارثة ابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره ألا أنبئكم بأهل النار كل عطل جواض مستكبر حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أكثر ما كنا وآمناه بمن ركعتين حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن معبدي بن خالد قال سمعت حارثة ابن وهب الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديثة ترجمة نانسي قنيع